تدابير الشكايات مهمة تأخذ حصة الأسد من عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى المركزي كما على مستوى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المجلس يتلقى الشكايات وينظر في حالة انتهاك حقوق الإنسان ويتابع مآلاتها بإخبار المشتكين وتوجيههم وإرشادهم واتخاذ التدابير اللازمة من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصاته بعد استكمال جميع التدابير المعنية والمعالجة أنا ذاك نجوبه المواطن بالنتائج التي توصلنا بها فأحياناً كيكون ذاكي الدعاءات اللي جات في الشكاية كتكون صحيحة وبالتالي كان طالبه من الإدارة المعنية باش أنها تقوم باللازم وتصحيح التعامل تاعها إما أحياناً ما كتكونش عندنا المعطية كاملة فبالتالي كان جوبه المواطن على أن التدابير والتحقيقات التي تم تقام بها المجلس يعني لم تبين حقيقة هذه الإدعاءات معالجة دقيقة للشكاية من ناحية المحاور من ناحية الحقوق من ناحية طبيعة الانتهاكات من ناحية التنوع الجغرافي أو الانتشار الجغرافي الانتهاكات إذا كانت إذن هنا باش نحاول نرصده بشكل دقيق وبشكل يومي وبشكل مسترسل الوضعية الحقوقية لكينا في البلاد هنا بالمقر المركزي المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوجه المرتفقين لطرح شكاياتهم بشكل مباشر بمكتب الضبط لتتم معالجتها عبر إجراءات دقيقة تعتمد آلية معلوماتية لفرز ومتابعة الشكايات هذه الأدات المعلوماتية ذات طابع وطني ترتبط من خلالها كل لجان جهوية الحقوق الإنسان بالإدارة المركزية وبالتالي تضمن تحيينا آنيا للمعطيات وتتبعا جيدا للشكايات المطروحة جيت يتعونوا معي يتعونوا معي في هذا الشيء أنا سمع إنسان يعني يعطيه الحق يعونوكي هذه جيت يتعونوا معي جيتنا عندهم استقبوني شبروا مني الميلف صورت قدم عمرت شكاية عطيتها لهم عملوا معي كل شيء نحن هنا تحت حماية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وننتظر إن كان سيتحرك بسرعة لمعالجة قضايانا التدخل الاستباقي يطبع عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحيث لا تتم فقط معالجة شكايات ولكن المجلس في إطار المهام المسنادس إليه يتدخل بكافية استباقية كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان دور أساسي يؤطره الدستور المغربي سعيا لترسيخ المغرب دولة للحق والقانون